ابن تيمية حنبلي انتبهوا حنبلي عنده هذا التشدد في العقائد حتى لا أطيل في دقيقة ودقيقتين ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال المبتدعة لا تقبل روايتهم لا تقبل شهادتهم عجيب اثنين ورعينا الكلام في هذا قال لك المبتدعة لا غيبة لهم ويشهر بهم وتذكر مساويهم ما تقول ليش غيبة حرام لا 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 اذكره تكلم عنه قول عنه كذا وكذا وكذا بما ترى أنه الحق يعني ولا تسكت عنه شهر به لا غيبة له كما قال الحسن البصري قال تهابون أن تغتابوا الفاجر اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس أي لكي يحذره يحذره الناس ثلاثة قال ابن تيمية رحمة الله عليه وعافى الله عنه وسامحه قال لماذا طبعا حدولي انت تنتقدوا تترحم عليه ايه لا أريد أن أكون مثله انتبهوا أنا أحتمل المخالف وأقول أكيد هو قال هذا وتعصب بهذا نشأ على هذا غذي به الوسط كان يتقبل هذا الوسط يضغط بهذا أفهم هذا أنا انتبهوا لذا كان لن أكون مثله في الأخير ايه أبدا سأترحم عليه وأرجو له الخير وإن شاء الله الله سيعامله بماذا بقصده بمقصوده لا بمحصوله ايه قد يدخل جنة ايه قبل كثيرين انتقدوا لا ندري يا أخي هذا أمر رباني ندرك الأمور لله عز وجل على كل حال فإيه جهول ابن تيمية من أو ثلاثة المبتدع لا يصدر ولا يلي الولايات بدعا من الصلاة ممنوع أن يأم في الناس ممنوع خلاص طبعا هذا فيه قطع حبال ووصلة الرحم بين المسلمين خلاص ستصير الشيعي يمشيع يمسني وهكذا الحنبلي الحنبلي الأمة تتمزق يا أخواني يعني مززة هذا يمكن أن يكون بعد ذلك ولم الصحيح قال لك لا ممنوع المبتدع لا يقدم للصلاة ولا في القضاء ولا غير ذلك من الولايات ممنوع قبل أيام للأسف الشديد علمت بخبر أحزنني جدا عن الرجل عالم أزهري فاضل لا أعرفه جاهيا لكن بيني وبينه اتصالات وأنا أتابع نشاطه العلمي وإنسان مبارك ويحاول أن يؤلب بين المسلمين أيها الإخوة في بلده المحروب المحصور المحصور الرجل بارك الله فيه في الأسابيع الماضية قام عمل خطبة عن الحسين عليه السلام وربيع الثورات وهو سني عالم أزهري 250 طالب من العالم الإسلامي كان الأول دكتوراه في التفسير ما المشكلة يا أخي عمل الحسين وربيع الثورات قال فهم الحسين نظريه الحسين في الثورة نحن فهمناها بعد 1400 سنة الحمد لله الحسين حررنا وزير الأوقاف ما شاء الله علي الدكتور فلان فلان عفى الله عنه وسامحه يبدو أنه حنبلي تيمي على هذه الطريقة تماما دفاعا على الإسلام وأخذا بفتاوة بالديمية مباشرة أصدر فصلا له حاربه في رزقه مباشرة ومنعه تجلس في دارك لا خطب لا دروس لا صلاة أبدا من عباد بسيف السلطة بسيف السلطة لماذا لماذا تفعل هذا أنا أقول لهذا الوزير قد يسمعني لأنه كتب مقال عني وصفاني بالدجال ضحكا جديدا والله العظيم والله يضحك ضحكا جديدا أنا دجال قلت أنا دجال عجيب مش هقول كلمة ثانية على كل حال من يعرف فأقول لهذا الوزير ابتق الله ابتق الله وأنت تعرف لماذا فصلت هذا الرجل فاضل لأنك لا تستطيع أن تنازله في ميدان مناظرة علمية لو كنت مكانك وكنت وزيرا أو غير وزير أطلب فقط من خصومي ولا خصومة لي بين الملة كلهم إخواني أراهم لي إخوانا وعلى الحق أعوانا أطلب المناظرة أقول ناظروني وناظركم إن شاء الله نتناظر في التلفزيون ما من الناس والنسل تتعلم الحق ما المشكل يا أخي هذه الأمة الآن فيها ملاحدة أو فيها كذا هي يكون فيها مسلم مختلف عنه شوي أما الفصل هذا ستشوف بكرة ستفصل أيها الوزيرين تبتقون في بيتك بعدين والدهر قلّب والأيام دول اتقوا الله اتقوا الله في أنفسكم وفي دينكم وفي أمتكم فصله والله وأقول لهذا الوزير والله جاءتني اتصالات من بلدك وهو بلدي اتصالات ويحكون لي وأساتف الجامعة الإسلامية يحكون لي أن الألوف ساخطون عليك من هذه الفيئة ما يجوز ولكن ما باليد حيلة العين بصيرة واليد قصيرة عفى الله عنه وسامحه ونحن معه إن شاء الله تعالى ابن تيمياء ماذا يقول انتبه عاد يقول أربعة أربعة حرمان المبتدع من الزكاة ومن الفيء يعني المحاربة في الرزق مثل ما فعل وزير وزير يصير في في سيرة ابن تيمياء لكن ليس في سيرة علي وابن تيمياء معروف ما بالطبق ما علي كثير منحرف عن الإمام علي عليه السلام لو صار في سيرة علي علي عليه السلام لم يبادر أهل أي الجمل ولا أهل صفين ولا أهل النهر وآن بالحرب وكانت خطته مع الثلاثة لا نبدأهم بقتال صح؟ وكان يقول ولا نمنعهم مساجد الله ولا نمنعهم نصيبهم الفيء ما دامت أيديهم معنا على عدونا على الكفار يا أخي على الروم على الفرس شو الإمام علي عليه السلام وهذا يحارب تعرفوا لماذا؟ لأن خطة عليه في الحكم النخيط تماما لخطة معاوية الظالمة معاوية حارب أهل المدينة في رزقهم ثلاث سنوات انتبهوا ثلاث سنوات لم يلعط أهل المدينة رزقا والنبي أوصى المسلمين بالأنصار ماذا؟ خيرا قال استوصوا بالأنصار خيرا طبعا استوصى بأهل بيته واستوصى بالمدينة الحمد لله لا المدينة حفظت ولا أهل بيت حفظوا ولا الأنصار حتى تعرفوا تاريخكم ودينكم فعلى كل حال هذا الوزير الأوقاف هو من جماعة معاوية ابن تيمية ليس من جماعة علي قال لك مستحيل أحرم مؤمن رزقه يا غي ليه؟ ليه؟ قال لك لا نحرمه الفي ابن تيمية قولك هذا دين خذ فتاوة ابن تيمية ممنوع يعطى من الزكاة ممنوع يعطى من الفي أخيرا وأختم بها عاد بد أن يعاقب وإن كان متأولا ومجتهدا ومعذورا وطبعا له أجر واحد لأنه مجتهد صحيح اتفق المسلمون أعلق من المسلمون يا ابن تيمية رحمة الله الذين اتفقوا كلام غير صحيح بالمرة محض التناقض والتشاكس لماذا طيب؟ لماذا اتفقوا على معاقبة المبتدع هذا الكلام له أحد معنايا إما أن يريد ابن تيمية وهو لا يريد ذلك شهادة الله هو لا يريد ذلك إما أن يريد ابن تيمية وهو لا يريد أنا أحكي الحق دائما في قلبي أن من كان على غير اعتقادي وفهمه ليس من المسلمين فإذا أنا ومن معي اتفقنا فنحن المسلمون هو لا يقول هذا لا هو غير متوسع حقيقة في تكفير الآخرين في التكفير غير متوسع وله كلام جيد حقيقة ولكن ما معي كلام هذا ممكن يكون معناه أنه لا معنى له كلام يقوله هكذا هو على فكرة يقول عبارة أحيانا لا معنى لك متناخب بل ليس أي دليل كلام فاركي عنده ابن تيمية من هذا عنده أو يكون معناها كل طائفة من الطوائف اتفقت أن المبتدع لابد أن يعاقب صحيح فالمعتزل قالوا المبتدع يعاقب وهو من غير معتزلين والسنة وهكذا الاخرية ما محصّل هذا القول محصّله أن الذي بيده السلطة والسيف والغلب يعاقب الآخرين الكارثة تأتي عاد مع كلمة ابن تيمية رحمة الله علي ما يقول قال يعاقب بما يتناسب مع جرمه وفساده إما بالحبس وإما بالقتل اللزم الأمر والعجيب وهذا السيء جدا 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 بالقتل اللزم الأمر السيء جدا ماذا يقول رحمة الله تعالى عليه يقول وقد يقتل المبتدع مع أنه ليس كافرا بل له عذر ومجتهد يقتل والأعجب من هذا ماذا يقول وإن تاب هذه التي لم أستطع أي أن أفهمها وإن تاب قال حتى إذا تاب رحمة كل مبتدع عنده أنواع مبتدعية لكن هؤلاء مجتهدون ولهم أجر وأخطأوا وقام لهم عذر عند الله وأنا أتساءل معكم وأختم بهذا طب من قام له عند الله عذر وثبت له لدى الله عجر كيف يقتل يا شيخ الإسلام بالله عليك كيف يقتل أي تنظير هذا وأي مستقبل نوعد به مثل هذا الفكر أيها الإخوة إذا أخذ كما هو ولم ينتقد على كل حال الآن طبعا بعض الناس يقولك كيف تتجرى بش يتجرى هو نبي هو شيخ بفهم قدنا ألف مرة بس هو بشر ويتناقض أيها الإخوة وبتطور فكريا وبغلط في مواضع هذه من أكبر غلطاته بل أقول من أكبر ورطاته وإن من ورطات الأمور التطريق لذبح المسلمين وقتل المخالفين بالطريقة الفعلها ابن تيمية هذه كارثة من الكوارث واليوم في ناس كما قلت يلهمهم ابن تيمية يستلهمونه إذا أخذوا هذا الكلام على علاته فالمستقبل مظلم جدا جدا أدعو هؤلاء الإخوة طيبين كما أدعو نفسي أن نراجع تراثنا بما فيه تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وأن نأخذ منهما صفى وأن ندع منهما كذر وأن نقول بالحق ولو كان مر وإن كان على أنفسنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة